موسيقى ضبط وظاية السوق العالمي للنفط والعمل على الحفاظ على توازنه أهداف يرمي إليها اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة تنفيذ اتفاقية أوبيك وشركائها المزمع تنظيمه الأسبوع المقبل بالجزائر لقاء يأتي بعد سنتين من اجتماع سبتمبر 2016 الذي كان نقطة تحول هامة في مسعى إرساء التوازن على السوق النفطية جماعي يعلم بأن اللقاء الجزائر التاريخي استطاع أن ينتشل سعر برميل النفط من الحضيض ويوصله في أسابيع ماضية إلى سقف 80 دولار للبرميل ولذلك يأتي أولا اعتراف بفضل الجزائر كذلك أيضا اعتراف بالديبلوماسية بجهد الدبلوماسية التقوية للجزائر الاجتماع العاشر الذي سينظر في مدى احترام الدول المنتجة لتوسية اجتماع جوان الماضي بفيينة يرتقب أن يلعب دورا هاما خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية الرهنة نعلم الآن الوضع في فينزويلا وتراجع الإنتاج في فينزويلا بشكل كبير نعرف كذلك تذبذب الإنتاج الليبي نعرف كذلك الآن دخول السلسلة الأولى من العقوبات ضد إيران وكذلك ترقب دخول السلسلة الثانية للعقوبات الأمريكية على إيران في خمسة من شهر نوفمبر القادم هذا اللقاء أول شيء يأتي للتقييم كذلك أيضا لتقييم فعالية ميكانيزمات التي اعتمدها الجنة المتابعة الخمسية وكذلك اللجانة الفرعية ولذلك المتوقع أنه بالنسبة لي سوف يكون هذا اللقاء ميلاد للقاء تاريخي ثاني أو تجديد لأهمية اللقاء التاريخي الأول سيكون لقاء تاريخي ثاني اجتماع الجزائر إذن سيكون فرصة جديدة للتأكيد على ضرورة التعاون المشترك تماشيا مع توازنات السوق وحفاظا على الاستقرار المحقق في سوق الذهب الأسود بعد مبادرة اجتماع 2016 بالجزائر ترجمة نانسي قنقر